بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصفة الثانية الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنتطرق لموضوع التشكيل بالصلصال شكل رجل الثلج إذن سنستخدم عجينة الصلصال في درس اليوم دائما كما عودناكم نبدأ درسنا بأدابة دراسة عن بعدة التي يجب أن نتبعها أثناء الحصة وهي أجلس بشكل صحيح على الكرسي ونلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هنا هي الجلسة الصحيحة التي يجب أن تجلسها أثناء الحصة أما الصورة التي باللون الأحمر تعتبر جلسة خاطئة يجب أن تتجنب الجلوس بهذه الطريقة لأنها تؤذي عامودك الفقري أيضا استمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم بالشرح أكون مركز معها حتى أعرف ما هي الخطوات التي يجب أن نتبعها وأدي العمل بطريقة صحيحة مع المعلمة أيضا مهم جدا أنك تتبع التعليمات بالتسلسل ما المقصود بالتسلسل؟ اللي هو الترتيب والتدرج في اتباع الخطوات عندما تبدأ المعلمة الخطوة الأولى تبدأ معها وتنفذ الخطوة ثم تنتظر حتى تنتقل المعلمة للخطوة التي تليها بعدها تبدأ بالانتقال للخطوة التالية أيضا مهم جدا تطلب المساعدة من ولي أمرك خاصة في بعض الأنشطة الفنية تكون بعض الخطوات صعبة على الطالب أو الطالبة لذلك لا بد من وجود ولي أمرك بجانبك حتى يقوم بمساعدتك عند الحاجة في الأخير أحافظ عن نظافة المكان والملابس عندما أنتهي أقوم بتنظيف الطاولة أعيد الأدوات لمكانها الصحيح أتخلص من الأدوات المستهلكة التي قمت باستخدامها في النشاط الفني وأرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف هذا بالنسبة لأداب الدراسة عن بعد نأتي لدرس اليوم اليوم سوف نتعلم صنع رجل الثلج بالصلصال عندنا الهدف العام أن يمثل الطالب والطالبة رجل الثلج بالصلصال عندنا الأهداف التدريسية أن يعدد الطالب والطالبة أسماء فصول السنة ثم يعدد الطالب والطالبة مظاهر فصل الشتاء أما الهدف رقم ثلاثة أن يصنع الطالب والطالبة رجل الثلج بالصلصال فصول السنة دائما نمر بأربعة فصول اللي هي فصل الصيف والخريف والشتاء والربيع اليوم بإذن الله سنتطرق لمظاهر فصل الشتاء ونتعرف عليها أكثر منها أن الجو يصبح بارد لذلك دائما نحرص على تدفئة أجسامنا من البرد وذلك بارتداء الملابس الثقيلة مثل الوشاح والقفزات والمعطف والقبعة والجوارب الصوف وغيرها من الملابس الثقيلة حتى تحمينها من برودة الجو أيضا من مظاهر فصل الشتاء اللي هو هطول الأمطار دائما في فصل الشتاء تحطل الأمطار علينا أيضا من مظاهر فصل الشتاء خاصة عندنا في المنطقة الشمالية وهي منطقة تابوك تحطل الثلوج في فصل الشتاء وهي معروفة عندنا خاصة في جبل اللوز الذي يقع في منطقة تابوك تحطل الثلوج ودائما من الأنشطة التي يمارسها أهل المنطقة في الشمال خاصة في فصل الشتاء اللي هي التزلج على الجليد خاصة عندما قلت سابقا عندهم منطقة اسمها جبل اللوز تكثر فيه الثلوج في فصل الشتاء لذلك يمارسون التزلج وأيضا صنع الرجل الثلج بالثلوج التي تتساقط عليهم نحن اليوم بإذن الله سنصنع الرجل الثلج لكن رح نستخدم عجينة السلصال طيب الآن نطبق النشاط لكن في البداية سأذكركم بالأدوات والخامات اللي رح نحتاج لها رح نحتاج عجينة السلصال رح نحتاج قطعة بلاستيك لعجل العجينة عليها ودعكها أيضا فرادة بلاستيك أو خشبية قاطعة بلاستيك أو خشبية وقوالب دائرية كل هذه سنحتاجها لصنع رجل الثلج طيب خلونا الآن نبدأ بالتطبيق العملي عندي هذه القاطعة هذه الفرادة الخشبية وهذه القوالب بثلاثة أحجام مختلفة صغير ووسط وكبير الثلوج دائما لونها أبيض لذلك سأستخدم السلصال الأبيض أيضا قبعة رجل الثلج سأستخدم فيها اللون الأسود وأيضا سأستخدم اللون الأحمر لوضع الوشاح إذن اخترت الألوان التي سأستخدمها سأستبعد بقية الألوان ونبدأ بتنفيذ العمل أولا سأستخدم العجينة باللون الأبيض وأبدأ استخرج كل العجينة وأبدأ بدعكها حتى تصبح قطعة واحدة ثم أبدأ بفردها بالفرادة الخشبية هذا العجينة طبعا أجينة السلصال مهمة جدا لتقوية أطلات اليدين والأصابع الآن سأستخدم القالب الدائري وأبدأ بقطع الدائرة الأولى هذه أول دائرة أيضا القالب الآخر بحجم كبير وأقطع الدائرة هذه الدائرة الثالثة الآن سأستخدم فيها القالب بالحجم الصغير إذن استخدم ثلاثة قالب بحجم مختلفة صغير ووسط وكبير الآن هذه الثلاثة الدوائر بحجم مختلفة سأستبعد بقية العجينة باللون الأبيض أبدأ الآن أرتب الدوائر بهذا الشكل فوق بعض كبير وسط ثم صغير طيب الآن سأستخدم العجينة باللون الأسود وأقطع كمية بسيطة منها لتمثيل شكل القبعة أبدأ بدعكة للأمام والخلف حتى يتكون عندي مثل الخط المستقيم وأقطع كمية المناسبة وأبدأ بالضغط بالأسبع حتى يتكون عندي شكل مستطيل بإمكاني أبدأ عاد أقصة حتى يمثل شكل القبعة بالحجم المناسب القطعة الأخرى سأمثلها بخط مستقيم في الأسفل للقطعة وأبدأ بوضعها هنا يمكن أستخدم هذه العسة ستكون أوضح لكم القطعة البلاستيك أضع ثلاث دوائر ثم القطعة اللي كونتها لتمثيل شكل القبعة أبدأ ثبتها الآن سأستخدم نفس السلصال للتمثيل شكل الأين أبدأ حركة بطريقة دائرية بطرف الأسبع إذا حسيت الكمية كبيرة أخفف من الكمية وأبدأ بوضع العيون أو بإمكانك تستخدم العيون البلاستيكية الجاهزة أو عجينة السلصال طيب هذا شكل العين أبدأ الآن بتزيين مثل الأزرار الصغيرة أيضا على شكل دائرة الآن سأستخدم الأجينة باللون الأحمر سأعمل منها اللي هو مثل الوشاح حول رقبة رجل الثلج أدبع قطعة مناسبة وأبدأ أدأكها للأمام والخلف حتى يتكون عندي شكل مستقيم وأقصه بالحجم المناسب لي أنا أشوف هذا الحجم مناسب وأبدأ أثبتها الآن تبقى عندي شكل الفم أيضا سأستخدم الأجينة باللون الأسود أبدأ بداعكها للأمام والخلف حتى يتكون عندي مثل الخط المستقيم وأقص الحجم المناسب لي أبدأ ثانية من المنتصف ثم أبدأ بوضعه بهذه الطريقة انتهينا تقريبا الآن من تمثيل رجل الثلج استخدمنا فيه عجينة الصلصال الطرية واستخدمنا أحجام مختلفة للشكل الهندسي دائرة واستخدمنا اللون الأبيض والأسود والأحمر بعجينة الصلصال هذا هو درسنا اليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات كانت معكم المعلمة أمل التمامي الآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة في المنزل باستخدام عجين الصلصال لتمثيل أشكال مختلفة كما فعلنا في درس اليوم وتقدم المساعدة التي يحتاجها ابنك وابنتك سواء كانت مساعدة جسدية أو لفظية أو إيماءات أيضا تقديم التغذية الراجعة وعبارات التحفيز والثناء وأيضا مهم جدا أمل النمذج أمام الطالب حتى يعرف ما هو مطلوب منه ويؤدي العمل بطريقة صحيحة راكم في الحصة القادمة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر